ناخد اول اتصال لليوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته يا مرحبا وسهلا حياك الله من معنا مع قيسر ريامي من القلية المهنية بعبرك يا مرحبا وسهلا فيك الاستاذ قيس ساعدين بيسمع صوتك حياك الله بياكم طبعا في بداية الامر نشكر قناة شبيبة على بلوتها الطيبة وصدافتها اليوم لنا على هذا البرنامج لتمثيل قضية الكليات المهنية طبعا في بداية الامر نحب ان نوقع الشكر لكل من ساهم في تحريك قضية الكليات المهنية ونحب ان نقدم شكرنا الخاص لقلاب سلطان هيثم بن طارق داعم الاول لقضية الاكاديميين في الكليات المهنية وذلك بعد مصدرة وجهة السامية بانشاء قدوى الموحد يضم جميع مؤسسات تعليم العالي الحكومية في السلطانية اثر مطالبات اعضاء الهيئة الاكاديمية بانصافهم طبعا في هذا القدوى الاكاديمي طبعا ولمدة طويلة من الزمن لم يلتفت احد لقضية الاكاديميين بالكليات المهنية او نقول كانت هناك جهود ولكنها لم تلقى الانصار حيث لا يخفى عليكم ان الكليات المهنية بعد ان تم تغيير مسماها بقرار وزاري صادر من وزارة القوى العاملة انذاك في 2017 من مراكز ومعاهد تدريب مهني الى كليات مهنية وطبعا تم هذا القرار وقاء بعد ما تم موافقة مجلس التعليم على رفع مستوى التدريب المهني وفق الاطار الوطني المؤهلات المعتمد من الهيئة الاكاديمية من الهيئة العمانية الاعتماد الاكاديمية اخوان الى رفع المخرقات الى الدبلوم المهني وذلك من خلال قبول خريجي الدبلوم تعليم العام عبر بوابات مركز القبول الموحد اسوى بطلب التعليم العالب الصلطنة ولا يخفى عليكم ان الدبلوم مهني يخضع الاشتراطات دقيقة ومعايير قودة تم وضعها من قبل الهيئة العمانية الاعتماد الاكاديمية وهو مساوي للدبلوم التقني الذي لا يزال اغلب قروع جامعات تقنية وعلوم تطبيقية تمنحه ولكن شتان بين الكادر الاكاديمي بالكليات المهنية ومن الامتيازات والدرقات المالية وبين الكادر الاكاديمي بالكليات التقنية ومسماها الحالي طبعا جامعة التقنية والعلم التطبيقية هذا هو المحور الاساسي في قضيتنا نعم حتى نبسط الموضوع كذلك لكل من يتابعنا الان الكليات المهنية حاليا تبعيتها الى وزارة التعليم العالي ولا الى وزارة العمل نعم تبعيتها الحالية طبعا الى وزارة التعليم العالي طيب الى وزارة التعليم العالي الآن الفجوة او الفروقات بين الاكاديميين في الكليات المهنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مقارنة بنظراءهم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ممكن توضحها لنا ما هي الفروقات والفجوات على سبيل المثال عزيزي عبدالله يعني الان الاكاديميين بالكليات المهنية يتم توظيفهم اول شي بدون مسميات مدرس يعني وهو مسمى تحصيل حاصل وبالدرجة الحادية عشر على حسب اللي هو الخدمة المدنية بينما يتم تعيين على حسب ما شاهده الأغلب في الإعلان الأخير صادر من جامعة التقنية علوم التطبيقية مساعد محاضر المؤهل المطلوب اللي هو البكالوريوس بدون أدنى خبرة بالدرجة السادسة مشتان بين الدرجة السادسة والدرجة الحادية عشر نعم هذا فرق كبير لكن المؤهل نفسه هنا بكالوريوس وهنا بكالوريوس نعم بنفس المؤهل وبدون أدنى طبعا بإمكانكم الاطلاع والرجوع إلى الإعلان الأخير الذي أصدرته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعني إذا قلنا مفارق هناك فروقات كبيرة هناك عندنا اليوم من أكمل في الكليات المهنية خبرة عشر سنوات وهو لا يزال بالدرجة العاشرة فهذا يعني ظلم يحاف كبير في حق المهنيين بالكليات المهنية نعم ولا يقف عليك أن نفس المهام الوظيفية التي يقوم بها أعضالها الأكاديمية في الكليات المهنية يقوم بها نظراءهم في الكليات التقنية وهم سوا في ذلك بل إن معظم المسارات التعليمية متوافقة بشكل كبير اللي لم تكون نفسها يعني على أساس أن نكون واضحين على وضع النقاط على الحروف نعم ما هي الردود اللي تلقيتوها من خلال طرحكم لهذا الموضوع سواء على مستوى الوزارة أو حتى على مستوى الجهات ذات العلاقة طبعا الوزارة نشكرها طبعا ونشكر القائمين فيها بتقبلهم للموضوع ودعاهم للموضوع من رأس الهرم اللي هي مدير التعليم العالي والسعادة الدكتورة مونة القردانية الوكيل التدريب المهني وكذلك الدكتور خالد انبو سعيدي مدير العام لدائرة التدريب المهني فهم مساندين لنا في القضية ومتفقين معنا في كل النقاط وهم يعني يرون نفس المنظور الذي نرى إليه بإنصافنا في القدوة الموحد بنفس اللي هي الدرجات والامتيازات المالية الأخرى طبعا بمتابعتنا الموضوع من قبل اللي هو وزارة العمل البعض اللي هو أعضال هي الأكاديمية ذهبوا إلى هناك يعني قابل بعض المختصين من اللقنة المشكلة القائمة على هذا العمل وذلك وفق الأوامر السامية في إنشاء قدوة الموحد واتضح أن القدوة هذا الذي يتم إنشاؤه يعني فقط موحد شكلا بينما يقر به التخنيفات فلا نزال سنعود إلى نقطة الصفر التي انطلقنا منها لا يقر هناك مساوى لا يقر هناك عدل بين الأكاديميين في الكليات الحكومية بالسلطنة نعم الآن التحدي الأكبر الذي يواجه يعني وجود معايير موحدة بين الأكاديميين العاملين في الكليات والجامعات في سلطنة عمان ما هو؟ هل هو تحدي الدرجات المالية؟ هل هو تحدي المخصصات؟ هل هو تحدي تشريعي؟ تنظيمي؟ ماذا بالتحديد؟ والله هو شوف الأخ عبد الله يعني احنا من خلال متابعتنا للموضوع في المقام الأول يعني كانت يعني هناك إشكالية شائكة طبعا أيضا أخرى وكانت قائمة في الكليات التقنية والآن تم حلها يعني في الكليات التقنية مسألة توظيف عقود الشركات نعم لا زالت إلى اليوم قائمة في الكليات المهنية طبعا المخصصات المالية التي تعطى للشركة حتى تقوم بتوظيف اللي هو مدرس في الكليات المهنية هي اللو قائنا نقارنها يعني الدرجات المالية مساوية بل يكاد بعض الأحيان تكون أكثر فليست هناك طبعا أعباء مالية كبيرة على الدولة إن تم إنصافنا في القدوة الأكاديمية لأنه يعني كما يقال هذا أساس خارج خارج يعني هذا النقطة النقطة الثانية أنه هذه الشركات أساسا لو نظرنا إليها ما قدمت أي أدنى شيء للموظف حتى تعطى هذا المبلغ نظير توظيفه حتى يعني لا دورات تدريبية لا إقراءة توظيف ولا شيء يعني ولا حتى متابعة إدارية وكل هذا تقوم به الكليات بنفسها والوزارة فلا نرى لماذا إلى الآن هذا الشيء أول شيء مستمر من المستفيد يعني من هذا من إقحاف اللي هو الأكاديميين غير الشركات فهذه القضية يقبل أن يتم أول شيء حلها طبعا عندما طالب الإخوان اللي هم الموظفين عن طريق عقود الشركات في هذا الموضوع تم ردهم إلى نفس المرض وهو أنه يعني إلى الآن لا يوجد قدوة مالي مخصف للكليات المهنية فبعد يعني نعود إلى النقطة أنه تم استمرت اللي هي المطالبات ثم جاءت التوقيهات بإنشاء قدوة موحد إثر هذه المطالبات أنا اليوم لكن القدوة الموحد يشملكم ولا يشمل قدوة موحدة نعم هو القدوة الموحدة يشملنا لكن الإشكالية الحاصلة على حسب الآن ما جاءنا يعني في القدوة الموحد أن المعيار أول شيء لم يتم وضعه موحد كما سمي موحد وإنما تم وضع فيه تسميات على حسب تصريح بعض المسؤولين القايمين على هذا طبعا ما هو المعيار الذي تم الاعتماد عليه في التصنيف على حسب إفادة المسؤولين أن المعيار الذي تم اعتماده في التصنيف هو درجة مخرجات أو مؤهل مخرجات المؤسسة ذاتها وهي طبعا معيار باطل إذا قلنا نشوفه يعني لأنه يوم قلنا نشوف يعني أول شيء مخرجات الكليات المهنية اللي هو الدبلوم المهني مصنف على حسب اللي هي العمانية الاعتماد الأكاديمي بالدرجة السادسة المساوي للدبلوم التقني ومعظم فروع الكليات التقنية الآن ما زالت فقط تخرج مخرجات الدبلوم التقني فأين هنا يعني تطبيق المهجار في هذا القدوة نعم الأستاذ قيس الآن نحن كمؤسسة إعلامية ونحاول أن نجد إجابات على هذه التساؤلات ونساهم بإيجاد حلول من وجهة نظرك ما هي الجهة الأقرب للإجابة على هذه التساؤلات وكذلك لإيجاد حلول تنصف الأكاديميين في الكليات المهنية طبعا الجهة الأقرب لإيجاد هذا الحل هي بالتشارط للقنة الممثلة لإيجاد القدوة الموحد من وزارة التعليم العالي وشراكها كعنصر أساسي في هذه اللقنة بالإضافة لأن على حسب متابعة المبوعة لم يتم شراكها بشكل أساسي بالإضافة إلى وزارة العمل ووزارة المالية هؤلاء هم الذين كلفوا بهذا على حسب توقيهات السامية وطبعا لو رقعنا ونظرنا إلى المادة 15 من نظام الأساسي للدولة العجل والمساواة وتكافؤ الفرص الوظيفية تكفلها الدولة فأينا تطبيق هذه المادة من النظام الأساسي للدولة إذا قئنا إلى هذا المنظور طبعا يعاني معظم الأكاديمية اليوم في الكليات المهنية من إحباط ومن احتراق وظيفي كما يسمى في المصطلح الدارق بسبب هذا الإقحاف وهذا الضل فإذا كنا نحن ننظر إلى توقيهات المقام السامي من تطوير منظومة التدويب المهني على وجه الخصوص فنجد في هذه القرارات المجحفة نحن لم يقالس نطور يقالس نتراجع للخلف نعم لكن أنا أستاذ قيس إذا تسمح لي أرى أنه من الجيد أن نتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لأن هذه وزارة ممثلة في مجلس الوزراء والكليات المهنية الآن تحت إشرافها وبالتالي إذا كان مثل هذه التحديات ومثل هذه الإشكالات تؤثر يعني على بشكل مباشر أو غير مباشر حتى على جودة مخرجات هذه الكليات بعدم استقرار كوادرها والأكاديميين اللي فيها بالتالي يعني هذا الملف يجب أنه يقود أحد وأنه يتحدث باسمه أحد وأنه يخاطب الجهات الحكومية أحد حتى نستطيع فعلا يعني أنه نجد حلول فإن شاء الله نحاول يعني نتواصل مع الأخوة في وزارة التعليم العالي وخبرونا إذا كان هناك ثمة حراك يعني في هذا الملف بإذن الله طيب جزيك الله يعطيك العافية لأستاذ قيس شكرا جزينا لك قافة الله الله سلمك إذن هذا التفاصيل اللي ذكرها الآن الأستاذ قيس أحد الأكاديميين في الكليات المهنية ويبدو أنه يجدوا في فجوة وفي فارق بينهم وبين الأكاديميين في الكليات الأخرى أو حتى في الجامعات مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ولما نقول جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بحكم أن الكليات المهنية كانت وكأنها تتكامل مع الكليات التقنية وبالتالي يجد الأكاديميين أنفسهم يعني متقاربين مع أقرانهم وزملائهم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ولكن بحسب المعطيات التي ذكرها الأستاذ قيس هناك فارق يعني يبدو كبير بين التعامل مع أكاديميين في الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والتعامل مع أكاديميين الكليات المهنية من حيث طبعا الدرجات المالية والتسكين وغيرها